الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة من مستغانم تسأل ما هو الحكم الشرعي لوالدة ترفض تزويج ولدها من الفتاة التي يحبها والله الله يهديك يا أختين قل لك الله يهديك أنت سائلة لما تقولي واش حكم والدة ترفض أن تزوج ولدها من الفتاة التي يحبها ويعني يكفي الحب فقط فقط أو تفلي يحب طفلها بروندية بروندية سفاجس راقة كدابة درابة عالموس مقاطعية عاصية الوالدين وصحة ويحبها واش تدير يماته تزوجه خلاص لأنه يحبها هذا ما كان ولا الحب لحبك يا سبحان الله ها هو يحب هذه الفتاة وهذه الفتاة غير صالحة غير صالحة يماها عندها الحق ما تزوجوش توقف له يماها را يتحبوا هذه الفتاة راح ينتنحوا لهذا الحب تعقلبها هاي ما تقدرش تقولوا يا ولدي قولي لي ما حكم ها هو السؤالة تبعي مليحة ما حكم الوالدة لتمنع وليدها من أن يتزوج من فتاة صالحة هنا ما هضعوا من فتاة صالحة هنا نقول لك حرام عليها حرام عليها لأن الفتاة صالحة وهو قد وجد الكف وهي وجدت الكف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى للمتحبين مثل الزواج أنا متحبين على طاعة الله نشير حب تعنا تعدوك تعا أفلام ماصر والأفلام برازيلية وامزادو لكم الأفلام تركية وامزادو ختموها لكم بالأفلام الهندية اللي يعبدو الأصلام من دون الله أما لا ما حكم الأم لتمنع وليدها من الزواج من فتاة يحبها لازم نعرف قبل هذه الفتاة صالحة أو غير صالحة تاقية أو غير تاقية تحترم والديه تحترم والديه تطيع والديها يعني تحافظ على نفسها تحافظ على ماله تحافظ على زوجها هذه قاعدة خلف الحسابات ما شيء غير يحبها فقط يا أخي حبي يا أخي يا سبحان الله تحافظ على ماله